عمان في العصر العباسي شهدت عمان في العصر العباسي أوضاعا سياسية واقتصادية وثقافية متنوعة أسهمت في إثراء الحضارة الإسلامية بالعديد من المنجزات الحضارية ومنطلق هذه العبارة التي ابتدأت بها سينقسم درس عمان في العصر العباسي إلى قسمين ستتم مناقشتهم أولا الحياة السياسية في عمان وثانيا المنجزات الحضارية حافظ العمانيون على حكم بلادهم مع بداية العصر العباسي وذلك بمبايعة الجلندا بن مسعود عام 132 هجريا وقد حاول العباسيون السيطرة على عمان بإرسال العديد من الحملات منها حملة بقيادة خازم بن خزيمة وحملة بقيادة عيسى بن جعفر وحملة بقيادة محمد بن نور سنناقش كل منها على حدة حملة الأولى عام 134 هجريا حيث أرسل الخليفة أبو عباس السفاح حملة بحرية لإخماد الثورة التي تأججت في قزيرة ابن كوان القريبة من عمان وإخضاع عمان لنفوذ الخلافة العباسية حيث خرجت هذه الحملة من العراق إلى قلفار ودارت حروب بين القيش العباسي والجلندا بن مسعود ولم يستطع الأولاه العباسيون أن يسيطروا على البلاد بسبب معارضة العمانيون لهم الحملة الثانية حملة عيسى بن جعفر عام 189 هجريا في عهد الإمام الوارث بن كعب أرسل هارون الرشيد قيشه بقيادة ابن عمه عيسى بن جعفر ليدخل عمان ويخضعها لحكمهم لكنه قتل وهو متجه إلى حتى الحملة الثالثة حملة محمد بن نور أو محمد بن بور عام 280 هجريا خرجت هذه الحملة من البحرين إلى شمال عمان ثم بعدها اتجهت إلى نزوة وانتصرت فيها الحملة على أهل عمان السؤال هنا يا ترى دماذا الدولة العباسية راغبة أو لديها الرغبة في السيطرة على عمان؟ الجواب كما هو واضح في الخريطة نرى أن عمان تطل على ثلاث مسطحات مائية وهي بحر العرب وفي شمالها بحر عمان والخليج العربي إذن الإجابة بسبب موقع سلطنة عمان المميز للتجارة ولأنها تطل أيضا على ثلاث مسطحات مائية وهي بحر عمان وبحر العرب والخليج العربي أسهم العمانيون في العصر العباسي بالعديد من المنقذات الحضارية العمانية في عدة مقالات منها المنقذات الفكرية والتطور العمراني والنشاط البحري من خلال هذا الفيديو اتضح لنا ولاية نزوة حيث أنها سميت ببيضة الإسلام وذلك لكثرة العلماء فيها أولا المنقذات الفكرية برز العديد من العلماء العمانيون الذين تركوا تراثا علميا في جوانب متعددة منها اللغة والطب والفقه وقد هاجر بعضهم إلى مناطق كثيرة مثل العراق والأندلس من أجل طلب العلمي ونشرة ومن أمثالهم أبو عباس المبرد الذي برع في مجال اللغة وألف العديد من الكتب مثل الكامل في اللغة والأدب وابن الذهبي الذي ألف كتاب الماء في الطب ومحمد بن جعفر الأسكوي في مجال الفقه وألف الجامع لابن جعفر السؤال هنا على ما تدل هجرت بعض العمانيين إلى مناطق خارج عمان لطلب العلم إجابة عليه اهتمام العمانيين بالعلم والتعلم وعادوا علماء خلدهم التاريخ وكان ذلك بداية التحول في التاريخ الثقافي لعمان مجدد اليونسكو عام 2015 الإمام نور الدين السالمي ضمن برنامج الدكرة المئوية للأحداث التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة في العالم ثانيا التطور العمراني اهتم العمانيون بإنشاء الحصون والأسوار وكما اهتموا بعمارة المساجد وبناء المحارب والمنارات مثال على ذلك جامع نزوة وجامع الجناح في صحار ومدينة البليد في ظفار سؤال افسر انتشار الحصون والأسوار في عمان او ما سبب انتشارها في عمان وكثرتها نظرا لأهمية موقعها فتعرضت للكثير من غزوات الطامعين لذلك بنيت هذه الحصون والأسوار بكثرة دفاعا عنها ثالثا الازتهار الاقتصادي تنوعت الانشطة الاقتصادية في عمان في العصر العباسي فقد ازتهرت الزراعة والصناعة والتجارة ومن الامثلة على الزراعة التمور والليمون والحبوب كالشعير والذرة وايضا اشتهرت صناعة المنتجات كالنسيج والسفن والفضيات اما بالنسبة للتجارة فلها علاقات ودية مع دول الهند والصين وشمال افريقيا هذه الصورة صورة ولاية نزوة واسواقها حيث قال ياقوت الحموي كانت نزوة تنتج نوعا من الثياب منقمة بالحرير جيدة فائقة لا ينتج في شيء من بلاد العربي مثلها السؤال الاول ما الصناعة التي اشتهرت بها نزوة وضحت لنا من خلال العبارة انها اشتهرت بصناعة الاثواب المنقمة بالحرير وبما تميزت هذه الثياب تميزت بالقودة وانها منقمة بالحرير وعلى ما تدل عبارة لا ينتج في شيء من بلاد العربي مثلها تدل على مهارة صناعتها وجودتها ويتم تصديرها ايضا الى معظم البلدان رابعا النشاط البحري ازتهر النشاط البحري العماني في العصر العباسي حيث قام الاسطول العماني في حفظ استقرار البلاد وحماية خطوط الملاحة من القراصنة وايضا له دور في التجارة ونشر الاسلام في المناطق التي وصل اليها التجار جنرال الاخلاق الطيبة هو اللقب الذي عرف به الشيخ عبدالله الصحاري في الصين حيث عاش فيها عشرات السنين وكان له دور كبير في نشر الاسلام فيها ولقبهم براطور الصين بجنرال الاخلاق الطيبة في ختام هذا الدرس ارفقت لكم ملخص بسيط عن درس عمان في العصر العباسي وعما تحدثنا عنه سابقا حيث قسمنا الدرس الى قسمين الحياة السياسية والمنجزات الحضارية تحدثنا في الحياة السياسية عن الحملات التي وجهت الى عمان في ذلك العصر وما هي الحملة التي انتصرت على عمان وما هي الحملة التي انتصر العمانيون عليها ايضا تكلمنا عن المنجزات الحضارية منها المنجزات الفكرية والتطور العمراني والاستهار الاقتصادي والنشاط البحري حيث تكلمنا في المنجزات البحرية عن العلماء الذين اشتهروا في البقه والطب واللغة وايضا تحدثنا عن التطور العمراني من حيث انشاء الحصون والأسوار وأعطينا أمثلة لذلك أيضا في الاستهار الاقتصادي استهرت في عمان الزراعة والصناعة والتجارة وعرفنا ما هي الزراعة التي انتشرت والصناعة وأين لها علاقات من حيث التجارة في النشاط البحري تحددنا عن دور الأسطول للبحر العماني وما هي الأدوار التي قام بها في ذلك الفترة ترجمة نانسي قنقر